على الدين تجري تخط المساء وترسم بالصدق وجه النهار كنور السلام أتت أسرتي لتجل الظلام وتمحو الغبار لتجل الظلام وتمحو الغبار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وله الحمد بعد الرضا وأصلي وأسلم على خير معلم خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره واستنى بسنته واهتدى بهداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد الله تعالى ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وقائدنا وقدوتنا وأسوتنا ومعلمنا وهادينا محمد ثم أما بعد إخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات هذا لقاء طيب مبارك يتجدد معنا وإياكم في هذا اللقاء بهذا البرنامج برنامج أسرتي لنتحدث عن قضايا أسرية نرجو الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نقول وبما نسمع تحدثنا في اللقاء السابق عن أول مفسد من مفسدات الحياة الأسرية وقلنا أن الأصل في الحياة الأسرية بين الزوجين على وجه الخصوص مبنية على بناء السعادة في البيت ووجود الراحة والمسرة فالإنسان الذي يبذل من ماله ومن جهده ليبني له عشة زوجية إنما يبحث عن السعادة يبحث عن الراحة يبحث عن السرور يبحث عن الطمأنينة والسكينة يبحث عن العفة والفتاة التي تختار هذا الزوج من بين شباب الدنيا إنما لأنها تظن أنها ستعيش معه الحياة السعيدة الهانية الرضية وأنا أقول يا إخواني وأخواتي الأصل في حياة المسلمين السعادة ما خلقوا في الدنيا للشقاء ولا للعناء ولا البأسة وإنما خلقوا للسعادة والراحة يقول الله تبارك وتعالى طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى الإنسان لا يجوز له أن يتكلف العناء ولا يبحث عن الشقاء ويقول هذه الدنيا دار بلاء إذن لا بد أن نبحث عن كل سبيل يأتي بالغم والهمل لا يجوز هذا شرعا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله تبارك وتعالى تحدث عن نعمة عظيمة جعلها في قلوب المؤمنين تكون المهاد للنعمة العظيمة في جنات النعيم يقول سبحانه وتعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سر المتقابلين هذا نعيم في يوم القيامة أن يكون الإنسان سليم القلب تنزع هذه الضغاء والأحقاد والشحنى والبغضاء من قلبه فيكون قلبا سليما صافيا نقيا تقيا زكيا هذه سعادة بحد ذاتها ولذلك ذكرها الله عز وجل أنها من نعيم أهل الجنة طيب من أراد هذا النعيم هناك يجب عليه أن يبدأ هنا أن ينظف قلبه أن يسلم نفسه من هذه الأحقاد وهذه الأمراض وهذه الأسقام وهذه الألام ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا يطهر قلبه من الغل والأحقاد وهذه الدفائن التي تأتي بالسوء إذن هذا مهاد ذاك طهارة القلب هنا هي مهاد بإذن الله عز وجل للسعادة الأبدية في يوم القيامة وطهارة النفوس في جنات النعيم الله تبارك وتعالى وصف من نعيم أهل الجنة قال لا تسمعوا فيها لاغية ما يسمع فيها كلام لغو ربما يأتي لنفسه بالتكدير والتنغيص وغير ذلك لذلك يجب على الإنسان أن يبتعد عن هذه الكلمات المشينة المعيبة التي تأتي بالضيق له ولغيره هنا في الدنيا حتى لا يعذب بها في يوم القيامة إذن الأصل في حياة الأسرية تكون سعيدة هانية رضية طيبة مباركة لكن هناك أسباب للتنغيص والتكدير ذكرنا في الحلقة السابقة الشك وسوء الظند وهو لا شك أنه حالق لا أقول يحلق الدين بل يحلق السعادة في الدنيا في الحقيقة يحلق الهناء يحيل البيت إلى سجن خانق أما موضوعنا اليوم فهو يحيل البيت إلى حلبة صراع إلى ملعب من يفوز أكثر من ينتصر على غيره أكثر موضوعنا اليوم يتحدث عن المزاجية المتقلبة هذه العاطفة التي تصبح كالعاصفة في أحاين كثير من خلال استقراء كثير من القضايا الأسرية والخلافات الزوجية نجد أن الشكوى مريرة من النفسيات المزاجية نحن نعلم علم اليقين أن الناس ليس سواء الناس يختلفون في طبائعهم وأطماعهم وأخلاقهم ونفسياتهم جبلوا على الاختلاف ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك الله تبارك وتعالى عندما خلق آدم خلقهم من طينة الأرض وفيها السهل والخشن والصعب وفيها الخبيث وفيها الطيب من هذا الخليط العجيب في الدنيا خلق الناس فاختلفوا الناس اختلفوا حتى في نفسياتهم هناك إنسان نرجسي يعتني بنفسه ويعتد بذاته كثيراً وهناك شخصيات مستبدة طاغية هناك شخصيات أنانية تتمحور على نفسها تنكفي على ذاتها هناك شخصيات لا يعني محبة أريحية هناك شخصيات قاسية فضة غليظة وهناك شخصيات رخوة سهلة يسيرة فالناس يختلفون في طباعهم يختلفون في جبلة هذه النفسيات لو تأملت أياكم إلى أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام لن نجدهم سواء نجد هناك موسى يختلف عن إبراهيم إبراهيم يختلف عن يحيى يحيى يختلف عن محمد صلوات الله عليهم وسلامه جميعاً يختلفون أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ليس سواء أبو بكر ليس كعمر هذا نمط في الشخصية والأخلاق وحتى في مصادر أخذ القرار عن الآخر يختلفون تماماً لكل واحد منهم له طبعة خاصة له أثر خاص له نمط خاص كذلك كل زوج في حياتنا الزوج يختلف عن الزوج لا يمكن أن يتطابق لا يمكن أن يكون هذا لا يمكن أن يكون الأثر واحد والبصمة واحدة والطباع واحدة قد يتشابهان في بعض صفاتهما لكن لابد أن يكون هناك اختلاف الصفات والطباع من هذه الصفات النفسية الموجودة في بعض صفات الأزواج أو الزوجات وهم على حد سواء يعني القضية لا تتعلق بالرجال فقط أو بالنساء فقط هذه قضية الشخصية المزاجية موجودة في الرجال وموجودة في النساء ما هي صفات هذه الشخصية المزاجية التي ربما تحل البيت إلى حلبة صراع إلى ضيق إلى كدر إلى زعل إلى غضب إلى اكتئاب يصبح البيت في الحقيقة نوع من البيوت الطاردة غير الجاذبة يصبح الرجل يبحث عن المهرب من زوجته لأنها حادث المزاج وكذلك الزوجة تبحث عن أي سبيل تهرب به من زوجها ولو ساعة من نهار تفتاح من عنائه وبلائه طيب ما هي صفات هذه الشخصية؟ هذه الشخصية هي مركبة متناقضة يعني أحيانا تكون ودودة جدا وعاطفية جدا وبغير ما سبب تنقلب إلى شخصية قاسية فضة غليظة طيب ما السبب في الاختلاف؟ كانت هادئة كانت راضية كانت تفيض بالحنان والإحسان وعواطف والمشاعر والأحاسيس وأصبحت الآن جامدة جاحدة قاسية فضة غليظة طيب ما هو المبرر؟ لو أن هناك مبرر يقول أمر طبيعي جاء شيء ينغص أو ينكد أو يضيق الحال يغير الوضع لكن من غير ما سبب الزوج جالس مع زوجته في لحظة من لحظات السعادة والأنس والهدوء فجأة ينقلب عليها يغضب منها بدون مبرر بدون سبب الزوجة راضية مع زوجها وفجأة وإذا بها تقلب الكلام من كلام جميل وساهل وهادي ولطيف إلى كلمات قاسية فضة غليظة كأنما الخناجر تطعم بها في صدر زوجها وقلبه هذه الشخصية المزاجية مركبة متناقضة أحيانا ودودة أحيانا لا قاسية فضة غليظة أحيانا محسنة تفيض بالإحسان تفيض بالعطايا تفيض بالهبات وأحيانا تجدها سبحان الله منقبضة تقبض على كل شيء ما تريد أن تعطي لا من الكلام ولا من الإحسان ولا من العطايا ولا من هدايا شيء من غير ما سبب من غير ما بمبرر راضية مع زوجها فجأة صاخطة عليه مبسوط مع زوجته فجأة وإذا غاضب منها طيب ما المبرر؟ النفس المزاجية هذه طباعها هذه صفاتها تميل للشك تميل لسوء الظن يعني يحسب كل صيحة عليه الشخص المزاجي أي كلمة تقال من أي أحد في المجلس يقول هذا يقصدني إنما قال هذا الكلمة لأنه يريد كذا وكذا وربما القائل لها لا يعني شيئا ولا يدري عنه ولم يشعر به ولا يقصده ولا يعنيه ولا يرمي إليه لكن هذه الشخصية المزاجية أحيانا تختلق الغضب والزعل من غير ما سبب لحظة جحودة كنودة ولحظة لا سخية معطية تعطي من المشاعر والعواطف والأحاسيس والكلمات الجميلة الرقيقة وفجأة تنقلب هذه مثل الموجة أحيانا في الأعلى وأحيانا في الأسفل هذه الشخصية المزاجية الشخصية المزاجية حساسة كثيرا يعني أي كلمة تجرحها أي كلمة تخدش فيها كالزجاج حصى صغيرة تكسره توشمه تسقطه أرضا حساس يعني أي موقف ربما يفسره على تفسيرات في ظنه وفي خلده سريع القرار يعني الشخص المزاجي في الغالب أفكاره تتأخر كثيرا عن قراراته يقرر ثم يفكر يأخذ الموقف ثم بعد ذلك يأتي بمبررات هذا الموقف والأصل أن الإنسان يفكر قبل أن يقرر يفكر قبل أن يتصرف أو يقول أو يفعل لكن الشخصية المزاجية لا في الحقيقة تتصرف ثم بعد ذلك تبحث عن المبررات والأسباب تقول بالكلمة القاسية لا تدري لماذا ثم بعد ذلك يبحث لماذا نقلت هذه الكلمة لماذا قلت بها ربما لا يسأل نفس هذا السؤال تتصرف المرأة تصرف قاسي مع زوجها لا سبب له لا بعث له لا مبرر له تتصرف التصرف ثم بعد ذلك تقول بعد أن تهدى العاصف الهوجاء طيب لماذا قلت كذا لماذا فعلت كذا لماذا كان هذا الانفعال مني لماذا هذا الصخط مني لماذا هذا الغضب مني ما فيه ما فيه مبرر لأنه التصرف كان ثم جاء التفكير فيه والأصل أن يكون الإنسان يفكر قبل أن يقرر يتأمل قبل أن يفعل أو يقول شيئا ما أخونا أبو فاطمة من السعودية فضلي أخي السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله كيف حالك يا شيخنا الغالي مرحبا وأهلا وسهلا حياك الله تفضل أخي الحبيب الله يطل في عمرك إن شاء الله نبغى نشوف إيش العلاج لهذا الشخصية المزاجية أبشر أبشر وفيه سؤال ثاني لو سمح تفضل الصبر على الجوجة إذا كانت عاني منها من كاذبه شوية شو فهم معجور إن شاء الله أبشر أبشر الله يجيك العافية حياك الله يا أبا فاطمة الله يا شيخ والله الله تارك فيك وطول في عمرك إن شاء الله آمين وانتك الله الله يحفظك حياك الله نعود إلى بعض صفات الشخصية ثم نجيب على أخينا أبي فاطمة الشخصية المزاجية متغيرة الأراء يعني مثلا الأب يوافق ابنته خطبت مثلا ينظر إلى الزوج ما شاء الله من أحسن ما يمكن صفاته طبائعه أفعاله سمعته ممتاز إذن أنا موافق ويفرح البيت جميعا وفجأة من غير ما سبب يلغي الزواج أنا ما أريد طيب ما هو السبب لو أن هناك سببا تبدى لك شيئا معذور لا تلام عليه لكن من غير ما سبب هكذا عاطفة هوجاء كالعاصف الهوجاء تغير قرارات تغير اختيارات من غير ما سبب المرأة تذهب إلى السوق تتعنى حتى تشتري فستان تتكلف له وربما يعني يصبح بينه وبين زوجها الصراع والنزاع على هذا الفستان وتشتريه وتذهب إلى البيت تلبسه مرة ثم تنظر وتقول كيف اخترت هذا الثوق وتلقيه ولا تلبسه بعد ذلك مزاج متقلب مرة تحب ومرة تكره مرة تبغض ومرة توالي مرة تعادي مرة تعطي مرة تمنع هذه الشخصية المضطربة كالأمواج في البحر لا قررها لا رسو لها في الغالب هذه الشخصية هي شخصية مفضوحة مكشوفة ولذلك من العجيب والغريب أن بعض النساء تختار هذه الشخصية على الشخصية الهادئة الشخصية الهادئة تميل إلى الغموض أحيانا فيها شيء من الغموض فيها شيء من السرية فيها شيء من الكتمان لكن الشخصية المزاجية مكشوفة تماما في لحظات الزعل وفي لحظات الرضا وسنأتي إن شاء الله كيف نتعامل مع هذه الشخصية لكن بعض هذه الشخصيات مرغوبة من بعض النساء وأنا أقولها الذكية لأنها فهمت الشخصية التي أمامها وأنا أقول يا إخواني كثيرا من مشاكلنا في الحياة الأسرية نتيجة الجهل بشخصياتنا بنفسياتنا ولو أن الزوج درس شيئا ما أو تعلم أو قرأ أو تثقف في نفسيات النساء أو نفسيات المرأة سيعلم علم اليقين كيف يتعامل معها وستنتهي كثير من الخصومات والمشكلات بينه وبين زوجته وكذلك المرأة لو أنها قرأت أو تعلمت أو دخلت دورة فهمت فيها أنماط الشخصية فأنا على يقين أن هذا سينجيها كثير من الخصومات والمشكلات بينها وبين زوجها طيب يأتي سؤال مهم ما هو السبب في وجود هذه الشخصية المزاجية المتقلبة المضطربة طبعا أسباب كثيرة من ضمنها الوراثة كثير من الإحصاءات أو التقارير الطبية والنفسية والتربوية تشير إلى أن هذه الشخصية في الحقيقة أو هذه النموذج من النفسيات في الحقيقة هو يؤخذ عن طريق الوراثة فالأب الأم أو الجدة والجدة الذين فيهم حدة في الغالب هذه الحدة تأتي عن طريق الوراثة إلى الأبناء والبنات ولذلك نحن نستطيع أن نميز أسرة عن أسرة عائلة عن عائلة قبيلة عن قبيلة نقول هذه القبيلة والله ما شاء الله صدور أهلاء وسيعة جدا منشرحة للغاية وقبيلة أخرى لا أنا سنقول والله فيهم حدة فيهم شدة فيهم سرعة في القرار والاختيار هذا الواقع يثبت هذا في الحقيقة إما أن تكون عن طريق الوراثة وإما أن تكون عن طريق المخالطة نحن نعلم أن الطبع سراق الكثير من أخلاقنا وطبائعنا في الحقيقة نأخذها ممن حولنا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح قال فأبواه يهودانه أو ينصران أو يمجلسان أي يؤثران في شخصيته في سلوكه في معتقده في فكره في مبادئه في قيمه الإبن الذي يعيش في أسرة في الحقيقة ما شاء الله الأمور عندهم واسعة ويأخذنا الأمور بصدر رحب واسعة بال ولين جانب في الحقيقة يكون هذه صفة غالبة على أهل البيت الأبناء والبنات يقتمسون هذا من أبائهم وممهاتهم البنت التي أمها ما شاء الله صدرها وسيع وبالها منشرح وخاطرها طيب البنت في الغالب تقتبس هذا من أمها وكذلك العكس الأم الحادة الطبع المزاجية المتقلبة في مزاجها بنتها تقتبس من أمها تأخذ من بعض طباعها وتصبح تفعل كفعلها الأب الحاد الغليظ الفض أبنائه يصبحون مثله مثله يقتبسون منه يسيرون على منواله لذلك قالوا الطبع سراق يعني كثير من طباعنا من صرفاتنا من أخلاقنا في الحقيقة اقتبسناها ممن حولنا وما دان الفتى بحجا ولكن يعوده التدين أقرب يعوده تصبح عادة في الحقيقة في حالنا عندما يأتي أي قضية نمط التفكير عند الأسرة بصفة عامة مماثل متتابه إلا من يشذ وقليل وقليل ما هو لكن في الغالب الأعظم نمط أخذ التفكير نمط التفكير نمط المشاعر آلية أخذ القرار متشابه عند الكثير من الأسر لذلك هذا سبب وجيه جدا إما أن يكون عن طريق الوراثة أو أن يكون عن طريق المخالطة المصاحبة المعاشرة لذلك مصاحبة السلبيين الذين فيهم هذه الصفة في الحقيقة لا شك الإنسان سيسرق هذا الطبع منهم يعني لو أن إنسانا كان له طبع ما شاء الله منسى يعني هادئ طبع لين الجانب ومشى مع أناس لا في الحقيقة عندهم هذا الطبع المزاج المتقلب ثقوا تماما أنه سيصبح كمثلهم سيقتبس منهم سيسير على غرزهم ومنوالهم لا بد أن نتأثر بهم نحن كتلة من المشاعر والعواطف والأحاسيس لسنا جلاميد صخر لسنا يعني لا حس ولا شعور نحن كتلة من المشاعر والعواطف والأحاسيس سنقتبس هذا من بعضنا البعض سنتخلق بأخلاق بعضنا البعض والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل لا تصاحب إلا مؤمنة ولا يأكل طعمك إلا تقي لا تصاحب تأمل الصحبة أثر الصحبة أثر الزملاء الأصدقاء أثر القرابات أثر الجيران في حياة الإنسان لا شك أن هذا سيكون له مؤثر كبير جدا جدا ودور خطير أيضا في تغيير النفسية والحالة البزاجية عند الإنسان من يصاحب سريع الغضب سيصبح سريع الغضب ومن يصاحب الناس الهاديين الطيبين الذين لا يأخذوا القرار بسرعة ولا بتعجل سيصبح كمثلهم هكذا هذه يعني قضية محسومة قضية معروفة عند الجميع من الأسباب كذلك ضغوط العمل ضغوط العمل نحن نعيش في حياة فيها شيء من الصعوبة كان الناس في القدم يعيشون حياة رتيبة حياة بسيطة حياة سهلة غير مركبة لا هم له إلا المزرعة والبهائم وأهل بيت ما عنده شيء آخر الآن اهتمامات اختلفت تماما الآن أنا أصبحت في اللحظة الواحدة أعرف ماذا يدور في العالم أجمع ماذا وقع في هذا البلد وماذا وقع في هذا البلد وماذا وقع في هذا المكان وأتابع كل ما يحصل في العالم من مشكلات وخصومات ونزاعات وصراعات وغير ذلك وأتأثر بذلك لا بد أن أتأثر عندما أشاهد القنوات الفضائية وأتابع ما يحصل فيها لا بد أن أتأثر بها لا بد أن يصبح لهذا أثر في حياتي ونحن نعيش فيها شيء من التأزم شيء من الضيق شيء من الصعوبة فضغوط المجتمع ضغوط الحياة لا شك أنه ستؤثر على مزاجية الإنسان يعني الرجل الزوج الذي له مثلا المدير ينقص عليه ينكد عليه يؤذيه يتحكم فيه لا شك أن هذا سيؤثر على حياته لا يمكن بحال من الأحوال أن الإنسان يعني يجعل المشاعر والعواطف والأحاسيس في خارج بيته ما يمكن ما يستطيع يحاول صحيح لكن في الحقيقة لن يستطيع أن يتخلص من كل ذلك أي واحد مننا الآن ينزل للشارع فقط مشوار عشر دقائق يعود وقدر تفعل ضغط مما يرى والله من السيارات والزحمة والضيق والحر وغير ذلك حتى الجو يؤثر في مزاجية الإنسان لا يمكن أن يكون قرار الإنسان في جو هادي وبارد مثل قرار الإنسان في جو حار ومختنق ويبغي يتخلص من أي موضوع لديه ما يمكن يكون القرار هنا كالقرار هنا المزاجية ستختلف الإنسان الجائع ليس كالإنسان يعني الشبعان إنسان جائع وقلبه يلتهب ونفسه يعني تتشوف وتتشوق للأكل والطعام في منتهى الجوع ثم تتحدث إليه هل تريد أن ينصغي إليك ويكون يعني هادي الطبع كذاك الذي ما شاء الله في منتهى الشبع والري والراحة إنسان لديه خبر ينتظره خبر مثلا يخشى منه أو ينتظره فرح به كالإنسان الذي لا أهم له الخلي كالمتعني ما يأتي هذا ولا ذاك أختنا أم كلثوم من الجزائر تفضلي يا أم كلثوم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي عودة الاتصال يا أختنا أم كلثوم بارك الله فيك فنقول أن الحياة لا يعيش الإنسان الضغوط التي يعاني منها الإنسان لا شك أنها ستغير في مزاجيته الإنسان المرتاح في عمله ليس كالإنسان الذي يعاني من عمله الإنسان الذي لديه سائق إذا ركب السيارة ارتاح ويأتي للبيت وهو هادئ ليس كالإنسان الذي يأتي في الحقيقة وهو يسوق ويقود مركبته وفي الحقيقة لا يصل إلا وهو في عناء وشقاء وبأسة الحالة تؤثر على المزاجية لكن كيف نتعامل من الحالات المزاجية ونفسيات المزاجية بعد الفاصل إن شاء الله كنور السلامي أتت أسرتي لتجل الظلامة وتمحو الغبار كنور السلامي أتت أسرتي لتجل الظلامة وتمحو الغبار عدنا لكم والعود وأحمد مرحبا بكم مرة أخرى إلى موضوعنا الذي نتحدث فيه وهو المزاجية عندما نتكلم عن المزاجية لا نتكلم عن المزاجية المعتدلة يعني كل إنسان فينا ترى لديه المزاجية يعني له الرغبات تختلف والنفسية تختلف من حال إلى حال لكننا نتحدث نحن عن المزاجية الحادة المزاجية العالية التي لا تقبل وتعقل التي تحل حياة الأسرية إلى جحيم لا يطاق القرارات السريعة الفوضوية التي لا أساس لها هذا اللي نتحدث عنه وإلا المزاجية موجودة عندي وعندك وعند كل إنسان لكن حد المقبول والمعقول تسير به الحياة لكن نحن نلوم الاسترسال مع المزاجية الحادة أنت في منتهى السعادة مع زوجتك تتحدثان في حياة يعني في موضوع جميل ورشيق ورقيق والحالة النفسية من أبدع ما يكون فجأة وإذا بالغضب يأتي من غير ما سبب وقد قيل قديما ذكر يعني الجفاء في وقت الصفاء جفاء أن ما يكون هناك جو صافي لا تأتي بما يكدر لا تأتي بمنغص لا تظن السوء احمل الناس على أفضل محامل وخصوصا الزوج مع زوجته والزوجة مع زوجها الأصل أن يلتمس الإنسان العضل لزوجته في كل ما تقول كل ما تفعل حتى بأخطائها يلتمس لها العذر وكذلك الزوجة تلتمس لزوجها العذر إن لم يسامح الزوجة زوجته من يسامح إن لم تسامح الزوجة زوجها من تسامح الحياة الأسرية بالذات مبنية على المسامحة على أن الإنسان لا ينسى الفضل للآخر لأنه لو وجدت هذه النفسية مثلا لو وجدت هذه الحالة النفسية مثلا من أحد الزوجين أيضا يا أخي له أيضا محامد أخرى لذلك نبينا عليه الصلاة والسلام قال لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كرها منها خلق رضية منها آخر ما يجتمع الشر في إنسان مطلقة قد يكون هذه الصفة فيها أنا كزوج لكن أيضا زوجتي ينبغي علي أن تنظر إلى محاسن ومحامد وأشياء جميلة فيها حتى تتقبلني وتعيش الحياة الأسرية زوجتي لا يمكن تكون مثلا مزاجية مثلا وليس فيها خير قط فيها خير كثير جدا ينبغي علي أن أتقبل زوجتي وبالتالي أتحمل منها وبالتالي تسير حياة الأسرية إلى بر الأمان نحن لا نعيش صراع في الحياة الأسرية ما يريق بالزوج أن يعيش حالة الصراع وأن أنتصر أو أفوز أو لن أنكسر مع زوجتي هذه هزيمة نفسية داخلية نفسك ميدانك الأول لسنة القتال قاتل الذين يلونكم ابدأ بنفسك أنت لا لا يخدعك الشيطان لا يقول لك والله هذا ضعف منك هذا هوان لا والله بل القوة العظمة العزة الكرامة المكانة أن تحافظ على بيتك على أسرتك على سعادة من اختارتك من بين الناس جميعا هكذا ينبغي أن تعيش الحياة الأسرية طيب من أعظم أسباب تغيير المزاج وهذا خاص بالنساء وأنا أقول ينبغي على الرجال أن يتفهموه تماما وهي اختلال هرمونات داخل المرأة المرأة تمر بأشياء لا يمر بها الرجل الرجل ربما يعاني من ضغوطات خارج العمل خارج البيت في العمل في الشارع مع الناس في تجارته في شركته في معاملته مع الناس لكن المرأة لها بواعث أخرى لهذه المزاجية العالية من أهمها اختلال هرمونات في داخل بدنها هرمون الاستروجين هذا يفرز في داخل جسد المرأة في حالات مثلا الحيض وقت الدور الشرعية وقت العذر نفسية هذه المرأة تختلف وهذا واقع لا تكون في الهدوء والسكينة والطمأنينة تكون فيها في خارج هذه الفترة عندما تكون يعني في حالات الحمل وخصصا في الشهور الأولى مع تغير فيسيولوجية تكوينها يعني الهرمونات الداخلية تضطرب بالذات ما يسمى بالوحام فترة الوحام الثلاثة أشهر أو الأربعة أشهر الأولى من الحمل تختلف الفتاة تختلف المرأة تماما تضطرب في داخلها من غير ما رغب منها من غير ما تحمل منها شياء ليست بيدها في هذه الفترة في الحقيقة تحتاج المرأة إلى حنان أكثر ورعاية أكثر بعد النفاس بعد أن تلئ ربما تصاب بما يسمى حم النفاس ويصيبها شيء من الاكتئاب وهذا واقع وأول ضحية لهذا الاكتئاب هو زوجها ربما تتجنبه ربما تسقط عليه ربما تكرهه من غير ما سبب لكنها فترة قصيرة وتذهب وربما تطول وتدوم وهنا لابد أن تعالج نفسيا هذا ما يسمى حم النفاس في الغالب تأتي بعد الوضع بأيام وذلك القطط إذا أصيبت حم النفاس تأكل مواليدها تختلف ليس برغبة منها وإنما التكوين الداخلي يختلف في هذه الفترة المرأة تحتاج إلى عناية أكثر ورعاية أكثر ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان يعتني بعائشة في هذه الفترة اعتناء لا أجمل منه تقول رضي الله عنها كنت أشرب الشراب فيأخذه صلى الله وسلم فيديره فيضعفاه موضع فيا فيشرب وأنا حائض كلمة وأنا حائض عندما تأتي بهذا التعقيب العجيب عائشة رضي الله عنها هي في الحقيقة رسالة منها للرجال افعلوا كما فعل عليه الصلاة والسلام لماذا لأنه كان يعتني بها أكثر في لحظات الحيض مع أن النساء كنا في ذلك الزمان يجتنبنا والله ربما كان الرجل يعتبر المرأة أن يجلس من عمل الشيطان في تلك الفترة وربما يجتنبها ولا ينام معها ولا يجلس إليها ولا يتحدث معها وربما ينبذها من بيته حتى تطهر ثم يأتي بها بعد ذلك علاقة جسد بجسد فقط لا روح فيها ولا حياة ولا حس ولا مشاعر تقول وكنت أتعرق العرق العظم الذي فيه شيء من اللحم القليل فيأخذه فيديره فيضعفاه موضع فيه وأنا حائف أيضا وأنا حائف كان يقرأ القرآن صلى الله عليه وسلم في حجر عائشة وهي حائف انظروا أين يضع رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم على حجرها ثم يقرأ القرآن وهي حائف هذه اللمسة الحانية منه صلى الله عليه وسلم لها ما وراءها وتعني أشياء كثيرة أختنا زينب من المغرب تفضلي يا زينب السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله أشكرك يعني كثيرا هذا الموضوع أنا والله أشكرك من كل قلبي أول شيء أنا تعرضت لفضمعات فيها من طرف الزوج تزوج الزوجي عن السرح وطريق الله الزواجا وبالتالي أكتفت بعد عثر سنوات زواج خيانة زوجية عاهرة كل ليلة بزواج يعني وعندي أبناء منه الآن أنا لا أصدقه يعني يكذب عليه وأنا أنا إنسان يعني بطبعي أنني لا أكذب ولا أحب الغش ولا شيء بس هو يعني يكذب عليه وأصدقه وبعدين أكتشف أنه يكذب عليه وأصدقه حتى علاقته يعني متأثر أصدقائه في العمل يعني هو أكثر تأثر بالمال يعني لما تزوجته كان فقير لكن لما ازداد عليه المال أصبح يعني كل شيء عنده يتوتمن أنا ضليت تلك الإنسانة في طريق الله الزواجا يعني أنا حاليا أخاف أني أذهب عن طبيب نفساني أنا هذا المشكل أعاني منه منه تفع شهور وأنا أعاني يعني من مشكل فقدة ثقة ظرفة الأسرة كلها يعني في الأخير يعني بحث عن طلق وما يريد يطلقني يعني أنا أقول عفوا نختي زينب رعاك عفوا نختي زينب تقولين أنه تزوج بها تزوج بها أم له علاقة غير شرعية معها ولم كان علاقة واعترف بذلك الزينة الزينة وقع بها بالحرام اعترف لمن اعترف لمن اعترف لي شخصيا وبعدها يعني انسانة عاهرة يعني في طريق الضلالة يعني معروفة وهي زارتنا يعني الآن أنا أسكن زارتنا هي وأكتشفت أنه في سحر بيني وبين زوجي وأنه يكرهني هو يحبها يعني يعني أمه قالت له يعني ربايا عليك بزينب وتخطي عليك بالأخرى وهو يعني معلي علي هو لعندي منه ولدين بنت تسعة سنة وإنه هو ولد تكتنه طيب مفهوم يا خليل مفهوم يا خليل نجيبك إن شاء الله يا أخت زينب أبشري أبشري بالخير أبشري بالخير نجيب أختنا زينب بسرعة نقول لأخت الكريمة يعني هذه القضية يعني فيها أشياء كثيرة ينبغي نتحدث عنها وهي قضية لو أن الزوج وقع في حرام هل يسوق له أن يحدث زوجته بهذا هل يليق بالزوج أن يحدث زوجته أنه وقع في حرام أو وقع في معاشرها غير شرعية لا ما يجوز له هذا أصلا وهذا من الحماقة هذا من الحماقة يجب عليه أن يتوب الحقيقة ليست هذه قضية خيانة زوجية هذه خيانة مع الله جل جلاله خيانة مع الله تبارك وتعالى الذي حرم عليه هذا الأمر فيتوب ويستطر بستر الله علي ليس من العقل ولا من الحكمة ولا من الدين ولا من الشرع أن يخبر زوجته وأن يحدثها بما وقع منه بل يستطر بستر الله عليه ويتوب ويرجع إلى الله عز وجل وماذا يستفيد من إخبارها بقضية كهذه القضية تجرح قلبها وتكدر خاطرها وتحل حياتها إلى بأس لا مثل الله يجب عليه التوبة بينه وبين الله وأن يبتعد عن كل أسباب الوقوع في الحرام وغشيان هذه الفواحش والمعاصي الخطيرة التي تؤثر على دينه والدنياه لكني أقول لأختي زينب هي زعمة أن هذه الثانية أنه تزوجها وأنه يحبها وأنها سحرته أنا أقول يا أختي الكريمة إذا كانت هذه المرأة الثانية لديها السحر الحرام فأنت لديك السحر الحلال السحر الحلال اغفري للزوج ما وقع منه في ماضي أيامه اغفري له سامحيه اغسل قلبك له حاولي أن تمدي بغسلك لهذا الزوج اغفري له إن لم تغفري أنت أيها الزوجة لزوجك من يغفر له من يسامحه من يحتويه من يمد بيده إليه أنت أولى الناس بالحنان والإحسان وثقي تماما لو أنك مددت اليد له في لحظة هذه إنجرافه لهذه المرأة ثقي تماما سيعود إليك وسيفي إليك ومع أول خصومة تقع بينه وبينها سيرجع إليك ويعلم أنك أنت الحنونة وأنت القلب الصافي وأنت الصدر الحنون وأنت اليد الحانية ابذل الخير ولا تندمي عليه تجاهل ما وقع منه في ماضي تجاهل هذه العلاقة بينه وبين هذه المرأة هذا بأنه تزوج بغيرك وانتهت القضية سواء أحسن الإختيار أو لم يحسن إختيار هذا شيء يخصه بينه وبين ربه سبحانه وتعالى لكن أنت مع الله تبارك وتعالى أنت مع الله حاول أن تصبر النفس وحاول أن تضحي من أجل هذين الولدين وثقي تماما العاقبة للمتقين لو أن هذه المرأة فعلا ساحرة ولا يفلح الساحرة حيث أتى سحرها سينقلب عليها وسيفي إليك ويرجع إليك بإذن الله تبارك وتعالى المعصية لا تدوم المعصية تنكد الحياة الأسرية تنكد الحياة الزوجية المعصية التي بينه وبينها ثقي تماما إن لم يتوب إلى الله تبارك وتعالى ويصلح ما بينهما وبين الله وإلا سيفتريقان وسيتعاديان وربما يكون ذلك قريبا لا شيء أجمل من الطاعة والإحسان لا شيء أجمل من المغفرة والتسامح والتصالح بين الزوجين وثقي تماما العاقبة لك لكن اصبري واحتسبي واعلمي أن هذه قضية مقدرة يعني مقدرة قضية أن تزوج عليك هذه قضية ليست بيدك ولا بيدك القضية أزلية شيء قدره الله له رزق فلتؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره هذا شيء قدر الله قبل أن يكون هو وقبل أن تكون أنت فالحمد لله اصبري على ما وقعت فيه وعليك بالسحر الحلال اجذب الزوج إليك بحسن العشرة والمعاشرة بالتي هي أحسن وادفعي بالتي هي أحسن وتوددي إليه واصبري عليه واحلمي عليه واغفري له وثقي تماما سيأتيك صاغرا إن شاء الله ولو بعدها نعود إلى ما كنا نتحدث عنه وهو قضية أن المرأة تمر بها في حياتها لحظات تختلف تكوينها الداخل يختلف الهرمونات في داخلها تضطرب وبالتالي النتيجة الحتمية لهذا انقلاب المزاج تغير المزاج لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان أحرص ما يكون على الحنان والإحسان لعائشة ولزميع نسائه وأنا أقول هذه العناية وهذه الرعاة من النبي عليه الصلاة والسلام بعائشة رضي الله عنها لديه غيرها تسعة وعشرة وحد عشر امرأة أخرى يمكن يقضي وطره مع أي واحدة منهم لكن كان يعتني حتى بهذه الحائض وكان يباشرها في غير الموضع وكان يحسن إليها ويقترب منها وينام معها في مرط واحد هذا الاحتواء الذي نريد أن يكون بين الزوج وزوجته وخصوصا في لحظات تغير المزاج أخونا محمد من الجزائر تفضل يا محمد السلام عليكم عليكم السلام مرحبا يا أخي محمد مرحب فينا كان بدي أسأل عن أنا الأم الساعي نعم تعامل كما نقول التحوص تطرقني بين بيني وبين الزوجة نعم وبيني بين العمل التاعي وغلالي ما بغشتني بشي لي باختصار يا محمد أنت تشتكي من أمك تقول تفرق بينك وبين زوجتك تحاول تحاول التفريق طيب وما دخل الأم في العمل 10 سنوات في العمل أذكرت العمل ما دخل الأم في موضوع العمل وتحاول تفرق بيني وبين العمل التاعي عندي محل تجاري كيف عرفت أنها تريد أن تفرق بينك وبين العمل يا محمد نعم كيف عرفت أنها تريد أن تفرق بينك وبين العمل مكترة كما نقول حتى سأل يعني فيه راق هو حلف هو حلف نقول لي ما تحضر رقيا يعني أحد الناس جاء إليك وأخبرك أن أمك تريد أن تفرق بينك وبين عملك من هذا الذي أخبرك يعني ربما من نم لك نم عليك هل هو صادق وأمك كاذبة يعني كل من أخبرنا بحديثا عن غيرنا نصدقه هكذا مباشرة نعم لا مو نعم يا محمد طيب جزاك الأخير أبشر أبشر أجيبك إن شاء الله أقول أخواني وأخواتي قضية يعني شكوى بعض الأبناء من أمهم وأنها تحاول أنها تفرق بينه وبين زوجته أو كما قال أخاني الكريم بينه وبين عمله وهذا شيء غريب يعني الأول قد أفهمه يعني قد أتفهم قضية أنه بين الزوجة والزوجة وأم الزوج خصومة أو غير محبة أو قطيعة أو جفاء أو مشكلات هذا واقع لكن أن يكون هناك محاولة من الأم أن تفرق بين الرجل وبين عمله أنا أخشى أن هناك أناس يحرشون بينكم يا محمد لذلك أقول لا تصدق في أمك لأصل فيها أن تحبك وتحب لك الخير بالذات في دينك ودنياك نكمل مع محمد بعد أن نسمع من أختنا أسماء من مصر تفضلي يا أسماء يا أسماء تفضلي بارك الله فيك السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله لما سمحت حضرتك أن ليه سؤال أنا لدي والدي والدتي يكون هناك بكثير من المحرمات باستطارك الأوامر وفعل المحرمات نعم أنما في نفس الوقت عندي زوجي متدين جدا وبيبعدني على الأسلام والسلسلات وبيأمرني بالتفكه في الدين نعم شاء الله ونصلي مع بعض الثلاث الصمن والفروض وأنما والدتي بتتدايق وبتغضب من موضوع ده قوي أنه متدين وبتقول تكرهني فيه مع أني ما بتقولش شيء أمامه هي بتحاول بيني وبينها يعني أنها تكرهني فيه وبعدين على الرغم كده أنا هو بيخرجني برضو وبيمزح معي أن أنا هي بتحاول تكرهني فيه بأي طريقة وبردو عندي والد والدتي برضو بيقوموا بأغذي الأموال مني برضو ويعطوها لإخواتي الزكور وفي المراس برضو ناس الشيء بيفرقوا بين الزكور والإناس لدرجة أنهم بيدعوا بالإناس شروط في طيب كيف يا أختي هلو هما يعني هما ماتوا حتى تختلفوا على الإرث ما زالوا أحياء لا ما زالوا أحياء حضرتك طيب كيف تكلمت وتتكلمون الأهم كل ذلك اللي أنا بطفل يعني على الشيء المهم إنهم يعني وديتي سعب بتفعل الأشياء طيب أختي أبشري أبشري أختي أسماء وجيبك يا أسماء وجيبك إن شاء الله أبشري جزاكي الله خير أبشري أبشري أختي أسماء أبشري كوني أجمل في نظر الأم والأب لابد أن يشعر أنك الآن أفضل مما كنت عندهم بحيث أنه يقول الدين هذبها الدين قومها التفق في دين الله تبارك وتعالى جعل البنت أحسن من الأول تحسن إلينا وتصبر علينا وتتودد إلينا تفيض بإحسانها علينا الدين هذبها وكملها وجملها لا نرد أن يكون التدين هو سبب للبعد والجفاء والقطيعة والهجران لا الدين يقرب ولا يبعد يحبب ولا يبغض هذا التدين الذي أكرمك الله عز وجل به وهذه الثقافة الدينية الشرعية الذي الزوج زل الله خير وبارك الله فيه وهذا واجب على كل زوج ما شاء الله يسعى فيه ينبغي عليه أن يظهر هذا على الكلمات والنظرات والمعاملة وغير ذلك مع الأهل أبوك أمك أولى الناس بك بعد الزوج أحسن إليهما وأشعرهما أنك بتدين أفضل من قبل أن تتديني أو تتزوجي بهذا الزوج الصالح نعود إن شاء الله بعد اللحظات لا تذهبوا بعيدا وصلنا وإياكم إلى ما هو أهم في هذه الحلقة وقضية الحلول ما هو الحل إذا ابتلي الزوج بزوجة مزاجية أو ابتليت الزوجة بزوج مزاجي ما هو الحل ما هو سبيل الخلاص كيف يمكن أن تستمر الحياة الأسرية على أحلى وأهنى وأروى وأفضل طريق وحل أقول في الحقيقة ينبغي على الزوج أن يحتوي زوجته وينبغي للزوجة أن تحتوي زوجها بالذات في حالة هيجان هذه المزاجية في الغالب الأعظم أن المزاجية لا تقف عند حد واحد أحيانا تكون المزاجية عالية كالموجة وأحيانا تسترخي وتصبح النفس هادية هنا يأتي الاستثمار استثمار لحظات الهدوء لحظات السكينة والطمأنينة في هذه اللحظة يمكن للزوجة أن تتعامل مع زوجها كيفما تشاء وتأخذ منه ما تريد وبعد أن تدرس حالته يعني في لحظات الزعل تعرف ولحظات الهدوء تعرف لحظات إتيان وهيجان هذه المزاجية العالية تجتنبه تبتعد عنه ما استطاعت تحاول أن تحق له ما يريد ولو كان ذلك على عكس رغبتها ومرادها حتى يهدأ وتذهب عنه المزاجية بالتالي هي التي تتحكم فيه وتأخذ منه ما يريد كذلك الزوج أقول يا أخي الكريم في لحظاتها إتيان المزاجية عند الزوج يجتنبها حاول تبتعد عنها لا تثيرها بعض الأزواج يثير زوجته مثلا أو الطرف الذي يعاني من المزاجية يثير المزاجي كثيرا يعني حتى بعض الأسئلة بعض الأسئلة ربما تكون هي مهيجة زيادة وترفع في منصوب المزاجية كثيرا وكثيرا وجهك مختلف علي ما الذي أغضبك مني ما الذي أسخطك علي في لحظات الهيجان الصمت حكمة الصمت حكمة الهدوء أفضل وسيلة يمكن أن نتعامل بها مع الشخص المزاجي في حال ارتفاع مزاجه حتى إذا هدى وذهبت عنه هذه الروعة استطعنا بإذن الله تبارك وتعالى أن نأخذ منه ما نريد ونحصل ما نشاء التعامل مع المزاج تحتاج إلى شيء من الذكاء وشيء من الفطنة لذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عندما مر برجل اسمه بشير ابن عقربة هذا الغلام الصغير مات أبوه وهو في لحظة مزاجية مكدرة أبوه مات من يلومه إذا بكى من يلومه إذا اشتكى فجاء إليه النبي عليه الصلاة والسلام لم يأتي إليه يحدثه بالقضاء والقدار ولم يحدثه بأن هذه سنة جارية في الخلق وأن أباك انتهت حياته لم يتحدث لو عن هذه الأشياء العقلية وإنما جاء له بلمسة حانية شائقة رائقة قال له صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن أكون أبوك وتكون عائشة أمك قال بلى يا رسول الله قال ومسح على رأسي ما نسيها بشير رضي الله عنه هذه المسحة الحانية منه صلى الله عليه وسلم هذا الاحتواء من النبي صلى الله عليه وسلم هو العلاج هو الحل في لحظاتها يجاني المزاجية ما يحتاج المزاجي أن تقنع وتأتي بالأدلة والبراهين أنه مخطئ أو مصيب يحتاج منك لمسة حانية هادية صمت أو احتواء ثم بعد ذلك تذهب وسيذهب هذه المزاجية تبع لذلك عندما علم مخرم رضي الله عنه بأن النبي عليه الصلاة أهدي إليه أقبيا وأهداه إلى بعض الصحابة قال لابنه مسور قال هل أم بنا إلى رسول الله أو يعطي الناس ولا يعطينا وكان فيه شيء من الحدة مزاجية عالية في بعض الأحاين فذهب المسور مع أبيه مخرم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يصيح من خارج بيت النبي عليه الصلاة يا رسول الله يا رسول الله حتى خرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده قباء قال له خبأنا هذا لك خبأنا هذا لك خبأنا هذا لك طفية المشكلة انتهى ما في نفسه من وحر ذهب ذلك الضيق المزاجي في نفسه استغلال لحظات الصفاء هو الحل وهناك فن ينبغي نتعلمه وهو قضية كيف يمكن كيف يمكن أن نأتي بوسائل الاسترخاء هناك وسائل الاسترخاء استرخاء النفس البشرية أعظم وسيلة أعظم وسيلة يهدوء النفس واسترخاء النفس القرآن سماع القرآن الصلاة الذكر الطاعة العمل الصالح الذهاب إلى بيوت الله تبارك وتعالى إلى المساجد الذهاب إلى الصالحين وهناك بعض التمارين التي يمكن أن يقوم بها الإنسان في بيته مع نفسه تذهب ما في صدره من وحر وضيق وكدر يتعلمها ادخل إلى الانترنت وابحث عن وسائل الاسترخاء الذاتية وسائل يعني اذهاب الغضب والوحر من الصدر ستلقى الكثير والكثير نحن نحتاج أن نتنفس بعمق نحتاج أن نأخذ أمورنا وحياتنا بهدوء نحن السرعة الضيق الكآبة هذه ينبغي أن تخرج من بيوتنا ومن حياتنا نريد أن نحي الحياة الطيبة في بيوتنا وبالذات الأزواج مع بعضهم البعض هذه الزوجة ينبغي أن تسعى في إرضائها وأنت أيها الزوجة ينبغي عليك أن تسعى في إرضائ الزوج تتقربان بذلك إلى الله تبارك وتعالى فإنها من أجل العبادات وأعظم الطاعات في الحقيقة كان لدي الكثير من حديث عن الحلول لكن الوقت أزف بالنهاية شكر الله لكم وألقاكم إن شاء الله في الأسبوع القادم في موضوع جديد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته على الدين تجري تخط المساء وترسم بالصدق وجه النهار كنور السلام أتت أسرتي لتجل الظلام وتمح الغبار لتجل الظلام وتمح الغبار